موسيقى وتفضلوا موسيقى أعزائي المشاهدين أهله وسهله فيكم وصفتنا اليوم ولا أسهل ولا أطيب ولا ألز من هيك هنعمل صنية دجاج بالفرن مع جبنة وفليفلة ومشروم واشي كتير 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 زاكي أنا حضرت كل المكونات قدامي عندي دجاج قطعته لشرائح رقيقة عم بستعمل فلي دجاج وتشكيل التبهارات هنشوفها مع بعض عندي كمية من البطاطس قطعتها برضو إلى شرائح ما بديها تكون سميكة كتير عشان تستوي أثناء ما أنا بدخلها الفرن وكمية من المشروم أنا بحب الفرش وعندي شوية أجبان وكريمة هنشوف مع بعض هالمكونات كلها مع بعض كيف ممكن أحطها بطريقة معينة لبالآخر تطلع لي اشي لزيز نشوف مع بعض حبتدي في الأول وأجيب هيك طبق صغير أحط في كل البهارات اللي أنا بدي أستعملها البهارات زي ما تعودتوا أنا باقترح عليكم على حسب رغبتكم أنا حطيت الأورغانو الزعتر إذا حبيتوا شوية كوزبرة شوية فلفل شوية بابريكا والملح وطبعا إذا حبيتوا كركم هيل البهارات كلها هخلطها وخليها على جنب وححتاج أختار طبق فرني بقى كبير الحجم هذا المقاس كتير مناسب هخليه جاهز جنبي لأني حشغل على طول مباشرة في الطبق عم بس استعملت زيت زيتون فيكم تستعملوا زيت دورة ولكن زيت الزيتون حياطيني طعم كتير رائع حط شوية زيت زيتون في الطبق وخطوتي التالية على البوتكاز حبتدي أسخن برضو شوية زيت زيتون ثوم أنا حتستعملوا اليوم على عدة مراحل وحضيف البصل وبدي أقطع التوم إلى شرائح حبتدي أقلب البصل مع التوم بزيت الزيتون إيش الفكرة من هاد الحركة نكهة طيبة هيك ريحة حلوة هيك دبل البصل وعطاني هالطعم اللذيذ جدا هاخدهم مباشرة وحطهم في طبق الفرن هلا هبتدي أرش عليهم رشة من البهر هحط البطاطس على شكل طبقه ورشة من البهرات هيا الوصفة الفلفل وإذا حبيته أرنفلفل أخضر برضو نوزعه الفلفل الحمرة ورشة من البهرات وهلا هبتدي أوزع المشرو برضو رشة من البهرات وحبتدي هلا أوزع الدجاج هاي الوصفة إذا عندكم سمك تقدروا تعملوها بنفس الطريقة بالسمك أو بالروبيان أو بالفل الدجاج برضو أفكار للاستفادة من هالوصفة وبردو رشة من البهر هلا عزائي هبتدي أجهز السوس اللي أنا حطبخ فيه كل هالمكونات هادي هحتاج بيد ورشة بسيطة من البهر برضو مع خليط البيض حخفق البيض بس لا يفك هيك مع بعضه ويختلط بهاي الطريقة حضيف الكريمة واستمر بالخفق لغاية ما تختلط مع البيض هلا فيه إضافة كتير حلوة وتعطيني طعم كتير طيب لهذه الوصفة جبن برميجان إذا مش موجود عندكم ممكن تستعملوا الجبن الرومي تطحنوه ناعم بها الطريقة هادي حخلطه برضو مع البيض والكريمة وهالخليط مباشرة حوزعه على الصينية متخيلين انتو الطعم و متخيلين الشكل و متخيلين بالآخر إيش هيطلع عندي هلا كمية وفيرة من الجبن جبن البرميزة سوري جبن الموزاريلا او إذا عندكم أشقوان مع الشدر اخلطوا كذا نوع مع بعض وهلا الإضافة الحلوة كمان اللي حطاتيني لكم طعم كتير لذيذ شرائح الطماطم هحطها بهذه الطريقة وبتتذكروا ضل عنا شوية تبهارات برضو هوزعها و هوزع عليها الزيت حطوا كمية وفيرة من زيت الزيتون لانه هي لح تعطيها الطعم حبتدي احط قطعة من ورق الزبدة وحط فوقها قطعة من الألمنيوم وقفلها بالطريقة هاي ودخلها الفرن على درجة حرارة 180 خلوها حوالي نص ساعة بعد هيك شيلوا الورق وخلوها لحوالي 10 او 15 دقيقة كمان لا تتحمر ويبقى شكلها كتير شاهي وخلينا ندوقها مع بعض الصينية جاهزة شكلها كتير حلو انا هدوق بس من الطرف لقم صغيرة طيبة 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 طبق كتير لزيز وتفضلوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة